كنت تكون في آخر نص ساعة وان سايد جيم إيه اللي وصل المباراة وإيه اللي وصل الترجي لانهيار كامل في اليقة البدنية هو ضغط الشوت الأول خد بالك بس عشان الناس إيه تفهم الجزئين أنا لما بضغط وبيكون عندي لعيبة عندها اليقة بدنية عالية وعندها خبرة كبيرة وعندها قوت شخصية في الملعب ده بيرهق فريق الترجي اللي أرهق فريق الترجي جدا هو الضغط بتاع الشوت الأول عشان كده انت في الدقيقة يعني تقريبا 47 أو 48 غير نزل أجايبة ده المؤمن زكري وبعدها في الدقيقة حاجة وخمسين هشام فانت انت ضغط في آخر نص ساعة كنت تقدر تكسب أربعة وخمسة صحيح فمش العكس مش مسألة إن أنا لما رد بالعكس بقى أنا وجهة نظري بتطفي مع كابت ربيع مليار في المية إن أنا لما بروح في ملعب دي ولو سبت له هنا نص الملعب هيروح الراجل بقى إيه كانوتي وزياد بغطاس وحمدي ينقلوا الكرة بالراحة وياخدوها من أيمن المسلوسي حارس المرمى ويطلعوا لنص الملعب وبعد كده يروح عامل لك كرة طولية في قلب الثمنتاشر عندك بقى اللعبة فين؟ بقى اللعبة عندك إنت جهة الثمنتاشر طب الكرة دي هتنزل نفترض إن عمر مرعي ماخدهاش ونفترض إن سعد أو رامي هم اللي خدوها هتنزل لمين؟ دي النقطة؟ دي الكرة التانية هل هتنزل لهم هم هتنزل لبنجورة والإهاب اللي مساكني؟ ولا هتنزل للسولية وشام حمل؟ طب أنا ليه؟ وأنا ليه كل ده؟ طب ما أنا أضغط من قدام يضطر هو يعمل إيه بقى حاجة من اتنين؟ يحرس المرمى يشيل كرة طولية بقت خمسين خمسين بقى خمسين في المئة ليه وخمسين في المئة ليه وكمان بقيت أنا في نصف ملعبه هو لكن لو أنا سبت له نصف الملعب أنا أظن إن الملعب الدايئة محتاجة ضغط في كل حت ده شكل الملعب كانت في شكل جميل زي ما أنت شاك الجمهور النادي الأهلي ومدرجه وطبعا 15 ألف متفرج في هذا الملعب ملعب صغير لكن لا يقارن طبعا بسيطة